حضر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مع وفد بلادنا حفل افتتاح قمة المناخ الذي يقام في العاصمة الإسبانية ميدريد بحضور ممثلين وفود لمئتي دولة وخلال افتتاح المؤتمر الذي رأست دورته الحالية جمهورية تشيلي ألقى فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش كلمة أكد فيها على ضرورة العمل على خفض الانبعاثات بنسبة 7.6% كل عام داعيا الحكومات إلى احترام ارتزاماتهم البيئية وقال أمين عام الأمم المتحدة أن البشرية التي تعاني من عواقب تغير المناخ يجب أن تختارب إلى الأمل في العيش في عالم أفضل من خلال التحرك أو الاستسلام كما وكد وفد بلادنا المشارك في المؤتمر أن المؤتمر الخامس والعشرون للأطراف في اتفاقية تغيير المناخ ينعقد في ظل تزايد ملحوظ للتحديات والتأثيرات السلبية لظاهرة التغيير المناخي لا سيما على الدول الأقل نموا ومنها بلادنا وأشارت كلمة وفد بلادنا بأن اليمن كغيرها من الدول تعتبر عرضة لأخطار هذه الظاهرة حيث تعد التغييرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التي تواجه اليمن حاليا بعد الانقلاب الذي تم في سبتمبر عام 2014 على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية المسلحة المدعومة من قبل إيران وما ترتب على ذلك من دمار النأطال كل مفاصل الحياة ونوهت كلمة الوفدة إلى أن ميليشيات الحوثي انتهكت كافة القوانين والعراف والمواثيق والاتفاقات المحلية والدولية فيما يتعلق بتجريف الأراضي وزراعة الألغام بمختلف أنواعها البرية والبحرية وتدمير البيئة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ونهب الأدوية والمساعدات الطبية والإنسانية كما حذر الوفد من كارثة بيئية كبيرة بسبب ما تقوم به ميليشيات الحوثي من منع الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط صافر المتهالكة الراسية بالقرب من ميناء راس عيسى في الحديدة والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وبيئية تشمل تأثيراتها الأحياء البحرية والساحلية في البحر الأحمر وحركة ملاحة في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم وعبرت كلمة وفد بلادنا عن أمل اليمن من الأسرة الدولية للطلاع بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه هذه التحديات استنادا للمبادئ المتجسدة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغييرات المناخية التي تعد الصرحة الدولية الأنسب للتعامل مع هذه التحديات وذكرت وفد بلادنا المشارك في القمة الملاقية حيث إلى مجموعة من آثار تغيير المناخ من فيضانات وعاصير شهدت عدد من محافظات الجمهورية في حين كان الجفاف وانخفاض معدلات الأمطار يعصف بأجزاء أخرى من البلد وهو دليل واضح على تأثير ظاهرة تغيير المناخ المتواصل على بلادنا ناهيكم عن الأضرار التي خلفتها العاصير المدارية على السواحل الجنوبية لبلادنا والمهر وحضر موت وكذلك في محافظة أرخبيل السوقترة التي تعد من أغنى جزر العالم بتنوعها الحيوي النادر إذنه بالإضافة إلى الإصابات البشرية الهائلة والأضرار المادية المفجعة ودمار البونى التحتية فقد أحدثت هذه العاصير أضرارا كبيرة بالبيئة بتلك المدن عموما ومحافظة أرخبيل السوقترة بشكل خاص ودعا وفد بلادنا كل الدول والمنظمات والمهتمين بالبيئة حول العالم للتدخل العاجل لإنقاذ بيئة سوقترة نادرة والفريدة وبما يحقق التنمية المستدامة التي تضمن تمييزها البيئي وبقائها في قائمة التراث العالمي ونوها وفد بلادنا المشارك في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد بأن التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها اليمن أسهمت جميعها في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة الصحية وتعرض المحميات الطبيعية في اليمن لتهديدات تؤثر سلبا على تنوعها الحيوي مؤكدين تطلع بلادنا إلى التوصل لآليات تراعي حقوق الدول المتضررة من هذه الآثار السلبية